السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروهان التعليمية اليوم لدينا اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية لسنة الرابعة ابتدائي سأترك لكم هذا النموذج جهزة طباعة في صندوق الوصف على شكل PDF وعلى شكل صور إذن نقرأ النص ثم نجيب على الأسئلة كانت عائشة وسعدية تجارتين متحابتين تتبادلان الزيارة من حين إلى آخر فتجتمعان في بيت هذه أو تلك تتحدثان في شتى المواضع وهما ترتشفان القهوة أو الشاي وذات مرة زارت عائشة جارتها فوجدتها طريحة الفرش تئن وتهذي لمست جميلها فوجدته يلتهب من الحمى عندئذ رجعت إلى بيتها مسرعة وقالت لزوجها جارتنا في حالة سيئة وزوجها مسافر يجب أن ننقلها إلى المستشفى في الحال هذه أخلاق المسلمين ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم إذن نبدأ بأسئلة الفهم قال هاتي عنوانا مناسبا للنص النص يتحدث عن جارتين هما عائشة وسعدية إحدى الجارتين مرضت فأسرعت ثانية إلى زوجها لتأخذها إلى المستشفى إذن نقول الجارتان أو نقول جارتان متحابتان أو نقول مرض الجارة إذن أختار مرض الجارة إذن هذا هو العنوان المناسب للنص سؤال ثاني قال لماذا لم يرافق الرجل زوجته المريضة إلى المستشفى نعود إلى النص قالت جارتنا في حالة سيئة وزوجها مسافر إذن زوجها غير موجود إذن هو مسافر إذن نكتب لم يرافق الرجل لم يرافق الرجل زوجته إلى المستشفى لأنه مسافر لأنه غير موجود إذن في السؤال الثالث قال استخرج من النص مرادف كلمة عادت ومرادف كلمة تشرباني إذن قال في النص لمست جبينها فوجدته يلتهب من الحمى عندئذ رجعت إلى بيتها أي عادت إذن مرادف كلمة عادت معناها رجعت إلى البيت تشرباني بالعودة إلى النص نجد هنا وهما ترتشفان القهوة أو شيء أي تشرباني القهوة أو شيء تشرباني أي ترتشفاني ترتشفاني ثم مع أسئلة اللغة قال أعرب ما تحته خط في النص إذن نعود إلى النص نجد الكلمة الأولى طريحة الفراشي إذن قال أعرب كلمة الفراشي إذن نلاحظ أن كلمة الفراشي هي اسم معرف بالألف ولام ومجرور إذن قلنا الإسم المجرور المعرف بالألف ولام والإسم الذي قبله هو نكرة إذن نعرب الفراشي مضاف إليه مفهوم إذن الفراشي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره الظاهرة على آخره الآن مع الكلمة الثانية قال رجعت إلى بيتها مسرعة إذن كيف حال الزوجة عندما عادت إلى بيتها عادت مسرعة إذن مسرعة هي حال إذن كان حالها عندما عادت إلى البيت كانت مسرعة إذن مسرعة حال والحال دائما تكون منصوبة إذن حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها الآن الآن مع الكلمة الثالثة قال في حالة سيئة قلنا فيه حرف جر إذن في حرف جر والاسم الذي يأتي بعد حرف الجر نسميه اسم مجرور بماذا بفي وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره الآن في حالة سيئة إذن كيف نعرب سيئة إذن نلاحظ أن سيئة تشبه حالة في الجر كلاهما مجروران كلاهما مؤنث كلاهما نكرة أي غير معرف بالألف ولام وكلاهما مفرد إذن الكلمة الثانية هي صفة والصفة هنا صفة مجرورة لأنها تبعة الموصوف صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها مفهوم الآن مع السؤال الثاني قال استخرج من النص ما يلي قال إحدى أخوات كان وفعل ماض وجمع مذكر سالم وحرف جر وحرف عطف إذن نستخرج إحدى أخوات كان قلنا أخوات كان كان أصبح أضحى ظل أمس بات ليس وصار إذن هذه أخوات كان نبحث في النص في أول كلمة كانت عائشة إذن كانت هي إحدى أخوات كان إذن كانت هي إحدى أخوات كان فعل ماض إذن نعود إلى النص كانت عائشة وسعدية جارتين متحابتين تتبادلان الزيارة من حين إلى آخر فتجتمعان إذن تجتمعان هو فعل مضارع في بيت هذه أو تلك تتحدثان إذن هو أيضا فعل مضارع في شتى المواضع وهما ترتشفان أي تشربان أيضا هو فعل مضارع وذات مرة زارت في الماضي نقول زارت في المضارع نقول تزور إذن زارت هو فعل ماض زارت أيضا رجعت إذن هي هو فعل ماض الآن جمع مذكر سالم قلنا الجمع مذكر سالم هو الإسم المفرد الذي نضيف له وانون أو ياء ونون ليصبح جمعا هذا نسميه جمع مذكر سالم إذن في البحث في النص نجد أخلاق المسلمين إذن مفرده وهو المسلم عندما نحوله إلى الجمع نضيف ياء ونون أو ونون في حالة النصب أو الجر نضيف ياء ونون وفي حالة الرفع نضيف ونون إذن المسلمين وهو جمع مذكر سالم المسلمين ثم حرف جر إذن حروف الجر كثيرة منها إلى المستشفى إذن إلى حرف جر حروف العطف حروف العطف مثلا و أو ثم و ف الآن قال عوض عائشة وسعدية بأحمد وعمر في الجملة التي بين قوسين وغير ما يجب تغييره إذن نعود إلى النص نجد كانت عائشة وسعدية جارتين متحابتين تتبادلان الزيارة من حين إلى آخر فتجتمعان في بيت هذه أو تلك تتحدثان في شتى المواضع وهما ترتشفان القهوة أو الشاي إذن نكتب كانت أو كان كان من كان أحمد وعمر جاران متحابان يتبادلان الزيارة من حين إلى آخر فتجتمعان لا نقول فيجتمعان في بيت هذا أو ذاك يتحدثان في شتى المواضع وهما يرتشفان القهوة أو الشاي إذن نعيد كان أحمد وعمر جاران متحابان يتبادلان الزيارة من حين إلى آخر فيجتمعان في بيت هذا أو ذاك يتحدثان في شتى المواضع وهما يرتشفان القهوة أو الشاي إذن في الجزء الرابع أو سؤال الرابع قال علل سبب كتابة الهمزة المتوسطة في كلمة تأن إذن نعلل سبب كتابة الهمزة في كلمة تأن إذن مع التعليل كلمة تأن إذن نقول كتبت الهمزة كتبت الهمزة المتوسطة أم المتطرفة إذن هذه الهمزة المتوسطة لأنها في وسط الكلمة إذن كتبت الهمزة المتوسطة على النبرة على النبرة لأنها نذكر حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها لأنها مجرورة وما قبلها تأن وما قبلها مفتوح لأنها مكسورة وما قبلها مفتوح لأنها مكسورة وما قبلها مفتوح إذن كتبت الهمزة المتوسطة على النبرة لأنها مكسورة وما قبلها مفتوح إذن الآن مع الوضعية الإدماجية قال يسكن بالقرب من بيتكم جار كريم الأخلاق طيب المعاملة قال أكتب فقرة قصيرة تتحدث فيها عن المعاملة التي كانت بينكم وبين هذا الجار إذن في المقدمة نعيد سياغة هذه الوضعية نكتب مثال لنا جار كريم طيب القلب باسم الوجه لم نرى منه شرا قط وفي الموضوع نتحدث عن المعاملة بيننا وبين هذا الجار وفي الخاتمة نختمها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصينا بالجار إذن نبدأ في الوضعية الإدماجية لنا جار كريم طيب قلب باسم الوجه لم نرى منه شرا قط يبادر بالسلام ويعتذر الواحد منا من جاره عندما يحدث بعض الفوضى يسأل عن حالنا في كل لقاء يفرح لفرحنا ويحزن لحزننا من واجب احترامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو نكتب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعلننا اليوم أتركوا في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته